أهلاً أحبائنا اليوم حديثي رح يكون عن الترتيب الإلهي لمجيء المسيح وبكلمات مبسطة تسمى ملء الزمان بحسب الآية الكتابية قبل ما أبتدي بالحديث رح أقرأ بعض الآيات من رسالة بولوس الرسول إلى كنيسة غلاطية الإصحاح الرابع مبتدئاً من الآية الرابعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب إذن لست بعد عبداً بل ابناً وإن كنت ابناً فوارث لله بالمسيح يبارك لنا الرب كلمة على ما سمعنا في هذا الوقت الترتيب الإلهي لمجيء المسيح طبعاً جدول الله يختلف عن جدول الإنسان من بداية سفر التكوين حتى سفر الرؤية يسير الكتاب المقدس بتناغم وتناصق وانسجام مأتام وكلمة الله حية باقية إلى الأبد مكتوبة عن كلمة الله ساهر على كلمتي لأجريها لأن مصدر الكتاب المقدس مصدر إلهي فكل ما هو مخطط الله في الكتاب المقدس ينبغي أن يكون إلهي لاحظ الكلام ولكن لما جاء ملء الزمان هذه الترجمة اللي قرأتها يعني ملء الزمان اللي هي بتتكلم عن جدول الله الزمني في خطة الله الكاملة المحكمة المنسجمة لخيرنا ومنفعتنا يعني لما وصلت خطة الله إلى أوجها إلى كمالها أو بكلمات أخرى في الوقت المعين من الله أي الإبن له وجود سابق وعلى فكرة بتلاحظ في هاي الآيتين بتشوف عمل الآب عمل الإبن وعمل الروح القدس بتشوف الثالوث القدوس في الآيتين فإذا بتشوف الوجود السابق للإبن قبل الزمن أو قبل ملء الزمن بكلمات أخرى لما بلغت كل الأحوال سواء الدينية والحضارية والثقافية والسياسية والاجتماعية كلها اجتمعت في وقت المعين جاء يسوع المسيح بالترجمة التفسيرية مكتوب ولكن لما جاء تمام الزمن أو اكتمال الزمن في الترجمة المشتركة مكتوب فلما تم الزمن أي وقت حان وقت مجيء المسيح الوقت اللي عينوا الآب السماوي طبعا بنشوف هنا طبيعة مخلص البشرية مع أنه ابن الله الوحيد ابن الله الأزلي فقد جاء في اكتمال الزمن في الوقت المعين لاحظ مولودا من امرأة لتتميم نبوة سفر التكوين إصحاح ثلاثة والآية خمسة عشر من ألاف السنين مولودا من عذراء تتميم لنبوة إشعياء النبي من أكثر من سبعمائة سنة قبل الميلاد أي أنه سيولد من العذراء مريم مولودا تحت النموس لأنه كان فيه توقعات يهودية أو خلفية يهودية اللي رح أتكلم عنها توقعات بحسب النبوات لمجيء يسوع المسيح فجاء حتى ليتمم كل شيء جاء عندما اكتمل الزمان عندما تم الوقت المعين عندما استوى عندما نضج كل شيء يعني كان استحالة أنه يسوع المسيح ييجي قبل يعني هذا الوقت ما كانش ممكن ييجي في أيام اليونان أو حتى البابليين أو الفرس أو الأشوريين ولا ممكن ييجي في العصر الحديث ولكن جاء في وقت في ترتيب الله في الترتيب الإلهي اللي عينه من عند الآب جاء في الوقت المعين ورح أتكلم عن هذا المجيء من ثلاث نظرات أو من ثلاث نواحي رح ننظر لمجيء المسيح من النظرة التاريخية ثم رح ننظر لمجيء المسيح من نظرة نبوية من الكتاب المقدس ثم رح ننظر إلى مجيء المسيح النظرة الروحية وأهمية هذا المجيء ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر